ومن النصوص الجميلة في سفر حزقيال المسيح بيقول الكنيسة فمررت بك ورأيتك وإذا زمنك زمن الحب النص ده مشهور فبسطت ذي لي عليك وسترت عورتك التعبير بتاعه بسطت ذي لي عليك يعبر عن الزواج أو دخول في عهد الزواج إن أنا سطرتك زي ما حصل في قصة روث وحلفت لك الحلف ده بتاع عهد الزجة ودخلت معك في عهد يقول السيد الرب فصرتي لي بقيت بتاعتي فحممتك بالماء اللي هو إيه معمودية وغسلت عنك دمائك اللي هي الخطيئة ومسحتك بالزيت وطبعا لما تقروا بقيت الإصحاح في حسقيات 16 تلاقي بقيت الأسرار بس أنا ما جبتش بقيت النص لأن نهايته مش حلوة قال لها بالرغم أن أعملت كده لكن أنت اتكلت على جمالك وسبتيني ويوحت لأليها أخرى لكن يهمني في الحتاة دي أن المسيح هو عريس الكنيسة في سفر الرؤية يقول لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد لأن عرص الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها هنا الخروف ده اسم كناية عن المسيح المذبوح من أجل الكنيسة امرأته هي الكنيسة هيأت نفسها وأعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا لأن البز هو تبررات القدسية يعني إيه أي عروسة في يوم زواجها بتتزين وبتلبس وبتعمل حاجات جميلة في وجهها وفي ملابسها طب إيه الزينة بتاعت الكنيسة العروسة الجميلة قال تبررات القدسين يعني حتى فوق دماغها قدسين وفي ودنها قدسين وفي صدرها قدسين وفي إيديها قدسين كلها متجملة من فوق لتحت بالقدسين وفضائلهم وقال لي أكتب توبة للمدعوين إلى عشاء عرص الخروف يا بخت الناس اللي هيروحوا يحضروا هذه الحفلة العظيمة في السماء وقال هذه هي أقوال الله الصادق يعني ديها تحصل فعل إذن ملخص السفر سفر النشيد هو حوار حب بين العريس المسيح والكنيسة العروس ترجمة نانسي قنقر